رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجاسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة في مدينة الرياضة وفي مستهل الجلسة طلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحو الرسالة التي بعثها إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية مشيرا إلى ما توله المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقا لمرجعيات الثلاث المتفق عليها وندد المجلس بما تقوم به الميليشيا الخوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكء والتفاف على اتفاقات ستوك هولم واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدي صارخ وصريح للمجتمع الدولي ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها وبين وزير الإعلام أن المجلس قدر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواه من شكر وتثمين الإسهمات ودعم المملكة للوكالة مما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية وفاد الأستاذ ترك الشبان أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جسته من القرارات ما يلي اشتركوا في القناة